بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله نتكلم بالتفصيل عن منهج الصرف الصف الثاني الثاني سنوي الأزهري احنا نبدأ الدرس الاول اللي هو التصغير يعني التصغير التصغير في اللغة بمعنى التقليل والتحكير التصغير يعني هتقلل وتحقر ولكن في الاصطلاح هو تحويل الاسم المعرب المستكمل للشروط الى صغة فعيل او فعي عل او فعيل فعيل او فعيل تحويل الاسم المعرب اللي هيستكمل الشروط اللي هنقولها حالا لصغة فعي او فعي عل او فعي التصغير وعتبر من الدرس المهم قوي لان احنا كده كده عارفين ان احنا ما عندناش غير التصغير والنسب في المنج الترميدة ان شاء الله طب انا اصلا اساسا ايه هي اغراض التصغير يعني انا هصغر ليه ايه هي الاغراض اللي انا هصغر عشان قال لي مثلا فيه غرض لفظي لفظي يعني خاص بالكلمة زي بنفسها هو الايجاز يعني ايه ايجاز يعني مثلا بقول بدل ما اقول زرعت شجرة صغيرة اقول شجيرة شجيرة اختصار بقى لشجرة صغيرة او كده يبقى هنا اختصار بقلل شوية يبقى الاقتصار اول حاجة غرض لفظي هو الاقتصار او الايجاز طيب فيه غرض معنوي غرض معنوي يعني عندي منهم مثلا 8 اغراض معنوي تصغير له 8 اغراض معنوي مثلا اول حاجة تصغير ما يتوهم كبره يعني ايه تصغير ما يتوهم كبره يعني انا مثلا حاجة انا كنت بيتوهم ان هي كبيرة وانا هبدأ ان انا اصغر يبقى تصغير ما يتوهم كبره يعني ايه تصغير ما يتوهم كبره يعني ما اقول لهذا جبيل جبيل تصغير جبل يعني كنت بتوهم ان ما اقول لك كلمة جبل يعني حاجة ضخمة حاجة كبيرة فبصغر عشان ايه يبقى انا حبيت ان انا اقلل شوية صغره يبقى هذا جبيل يبقى صغير جبل صغير فيه تقليل ما يتوهم تحكير ما يتوهم عظماته لما اقول لك اسيد تصغير اسد انا هنا نتعلم حلم زي انه صغر. بس لما قولك كلمة اسايد يبقى اسد صغير. بدل ما انت مثلا انت واهم ان هو حاجة كبيرة وعظيمة او او انا بقلل او بحكر او بحكر من صغته يعني من شأنه. تقليل ما يتواهم قصرته. يعني انت اقول مثلا هذه دورايهيمات. دورايهيمات تصغير ايه? دراهم. من الكلم عنها بالتفصيل ازاي انوصل من دراهم لدراهمات. تقريب ما يتواهم بعد زمان. يعني ايه تقريب ما يتواهم بعد زمانه? انت استيقظت امتى? عاوز تقول ان انت صحيت مثلا قبل الفجر. بمدة صغيرة. فتقوم تقول ايه? استيقظته قبيل الفجر. قبيل الفجر. يبقى انت كده ايه? تقريب ما يتواهم بعد زمانه. عشانه لك ان الزمن ها? انت قامت هي لك ان هو بعيد الزمن? لا ده انا بقرب ما يتواهم بعد زمان. طيب. تقريب ما يتواهم بعد مكانه. لما اقول جلست مثلا او حلقت طرق فويكا الجبل. كلمة فويكا الجبل? يعني عاوز تقول ان هي كان في مسافة صغيرة جدا بينها وبين الجبل. يبقى انت كده عملت ايه? قللت او قربت ما يتواهم بعد مكانه. يعني انت عاوز تقول ان هي مرت من مسافة قريبة قوي من الجبل. ازهار العطف والحنو. يعني ايه العطف والحنو? زي ما قولي يا ابو الناي. اللي هتا صغير ابن عاوز تبيني الايه? العطف والحنو. فيه مثلا الكفية ازهار الشفقة. هذا مسيكين. يعني يحتاج العطف. فهنا بيظهر ايه? الشفقة او العطف. العفو. الشفقة والحنو. ممكن زاد الكفيين غرض اللي هو كلمة مسلا للتعظيم. لما قالوا ايه? هزا مليك تهابه الملوك. يعني بالسبوع الكفيين هم اللي زادوا الغرض دوت. اللي هو ايه? اللي هو التعظيم او كده. تاني. ايه اغراض التصغير? قلنا مسلا. فيه غرض مع لفظي. غرض لفظي ده خاص بالكلمة ذات نفسها. انك بتختصر. فيه غرض معنوي. يعني ايه معنوي? مسلا انا بصغر اللي بتوهم كبه. كلمة جبيل تصغير جبل. بتحكير ما يتوهم عظماته. قسايد تصغير اسف. تقليل ما يتوهم قسرته. دراهمات. تصغير درها. دراهم. تقريب ما يتوهم بعد زمانه زي كبيل الفجر. تقريب ما يتوهم بعد مكانه زي ايه? الجبل. ازهار العطف والحنو زي ما اقول يا بني. لها تصغير ابن او كم. ازهار الشفقة لازم مسيكين. مسيكين تصغير مسكين. ازهار ايه? زاد الكفين التعظيم زي رأيت ايه? ملايكة. طيب انت قلت بتعريف التصغير وتحويل الاسم المستكمل للشروط. لازغط فعيل او فعيل او فعيعين. انا عاوز اعرف بها هي الشروط التصغير. ايه الشروط اللي انا من خلالها هبدأ اصغر. قال لي رقم واحد ان يكون اسما. يبقى انا ما بصغرش الا الاسماء. يبقى معنا كده الافعال والحروف لا تصغر. يعني ما اقول ماء وما يلحه. لا صغط التعجب. لا صغط ما افعل. صغط ما افعل هو ما املح مثلا. او ما اعظم. ده فعل ما تصغرش. يبقى لما يقول ماء وما يلحه. ها? قال لي لا. الكلمات دي لا تصغر. ليه لا تصغر? قال لانها افعال. الافعال ايه? لا تصغر. ان يكون معرب. معرب بقى يعني ايه معرب? يعني اسماء الاشارة ما بتصغرش. يعني اسماء الاشارة ما بتصغرش. يعني اسماء الاشارة ما بتصغرش. اسماء الاشارة ما بتصغرش. ما تصغرش اللذي واللتي. اسماء الاستفاهم ما بتصغرش. اسماء الاشارة والضمائر اسماء اصدام تصغرش احنا هوزين اسم معرق اسم المبنية لا تصغر ان يكون خاليا من التصغير يعني ايه انت ما تجيب صغرها قلنا هنقول حالا ان احنا هنضم اوله ونفتح ثانية ونضيف يأسة لسه ساكنة طب كلمة زي اسم شعيب هتلاقي الكلمة اصلا على صيغة التصغير قريش هي اصلا على صيغة التصغير فلا تصغر كلمات دي لا تصغر لانها على صيغة التصغير كده كده هي على وزن ليه التصغير قلي ان يكون معل مع رأس ما يق 않을택 طبية قابلا للتصغير يعني ايه قابلا للتصغير ده احنا قلنا التصغير هتقلل واتحقت يبقى اسمى الامبياء لا تصغرش زي تصغر اسم ملك والملائكة وعظم اسمى لا الحصنى لا تصغر اسمى الكتب السماوية اسمى العظماء اسمى الروسول الانبياء كل دولة اسمى لا تصغر طيب برضو ما تصغرش كلمة كل ليه لانها تدل على العموم يعني اللفظة ده تنفسها تدل على العموم فلا يقول ستصغرها ولا تصغر كلمة بعض ليه لانها تدل على التقليل تمام كذلك لو تصغر كلمة غير وسوى لانها مختصة بالايه بالنفي لبقى انا عشان اصغر الاسم محتاج شروط الشرط الاولاني ان يكون الكلمة اس الشرط التاني تكون الكلمة معربة الشرط التالت تكون خليها من التصغير الشرط الرابع ان يكون معنى الكلمة قابلة للتصغير الشرط الخامس اللي تصغر الكلمات اللي هي زي كل لانها تدل على العموم وبعد اللي تدل على التقليل فلا تصغر برضو لا يصغر غير وسوى لانها مختصة بالايه بالنفي يبقى تاني التصغير قلنا التصغير ده هوت انت التقليل والتحكير فيه غرض لفظي فيه غرض غرض معناوي اللي هو مثلا عند 8 اغرض معنوي تصغير مطوام كبره تحكير ما يتوام عظمته ايه عندك تقليل ما يتوام كسرته تقريب ما يتوام بعد زمانه تقريب ما يتوام بعد مكانه ازهار العطف والحنو ازهار الشفقة والقفين زادوا غرض ليه بالتعظيم طب انا عشان اصغر محتاج كم شرط قال لي انت محتاج ست او سبع شروط سبع شروط الشرط الاولاني ان يكون اسما ان يكون معربا ان يكون خاليا من التصغير ان يكون اسم قابلة للتصغير اصلا وما بصغرش اسماء الملائكة واسماء الله الحسنة واسماء العظماء ولا تصغر مثلا كلمات زي كل وبع كل لانها تدل على عموم وبعض لانها تدل على التقليل كمان ما تصغرش كلمة سوى لانها مختصة بالنفي طيب ما بصغرش كمان جمع القصرة درسنا في اكتر من الاول انواع الجموع التكسير جمع القلة وجمع القصرة جمع القصرة لا يصغر يعني الكلمة انت عندك اوزان الكلة تصغر عادي يعني اطفال رزن افعال جمع القلة يصغر طيب اما جمع القصرة لا يصغر جمع ولكن انا بجيب مفرده مفرد الكلمة واصغرها ولو عاقل احطي في نهاية او نول ولو كان غير عاقل احطي في اخيرها الف وتان يعني قال لي عاوز اصغر كلمة مثلا زي غلام غلام دي غلمان قصدي غلمان قال لي كلمة غلمان جمع غلام انا واقدرش اصغر كلمة غلمان ليه لان غلمان جمع قصرة طب اما لا اعمل ايه قال لي انت هتجيب المفرد بتاعها يعني ايه المفرد قال لي مثلا غلمان ايه اعاوز اصغر كلمة غلمان مفرده ايه قال له غلام طب تصغير غلام ايه غليم زي ما نقول حالا اضم اوله وافتح ثاني واضيفها ثلثة سكنة طيب بعد ما صغرت المفرد اوه اقوم حاطت غلام ده عاقل اقوم ضيف واو نون تبقى غليمون تبقى تصغير غلمان غليمون طب ازاي جد غلمان غليمون قال لي ما انا قلتلك بقى ان جمع القصة بتصغرش هات المفرد بتاع غلمان غلاه وصغر غلام وعشان غليم عاقل اقوم حط لهو ونون طب افرد ايه غير عاقل زي دراهم كده اجب مفردها درهم دراهم او درهم طب وصغر درهم دريهم وعشان غير عاقل اقوم حط الف وتائه يبقى دريهمات عشان غير عاقل احط الف ويه وتائه طيب ايه انواع التصغير بقى فيه تصغير اصلي وتصغير تركيب تعالي اتكلم الاول النهاردة عن التصغير الاصلي كده بالتفصيل ايه اذكر مثلا ايه اول وزن الكلمة كم حرف يا ثلاثة يا ربعة الفعلم الاسم قصدي ثلاثة اربعة خمسة ست تعالي الكلام كده ازاي نصغر نبدأ الاول بتصغير الثلاثة تصغير الثلاثة هيصغر على وزن فوعي طب هصغر ازاي قال له هيضم اوله تضم اول الكلمة وتفتح ثاني وتضيف يأسة لسة ساكنة وتضيف يأسة لسة ايه ساكنة طيب ازاي عندك رجل او اقوم ضم اوله وفاتح ثاني وضيف يأسة لسة ساكنة تبقى رجيل رجل تصغير ايه رجيل طب مثلا شجرة ها تصغير ايه ضم اوله كده شو وحط على الجيم فتحة شجير وحط يأسة كده شجيرة يبقى تصغير الرجل رجيل تصغير الشجرة شجيرة طيب شجيرة دي بقى على وزن ايه بقى قال له على وزن فعيل اخد بالك بقى من الوزن انت قلت التصغير التصغير مالوش الا 3 اوزان بس فعيل وفعي عل وفعيعيل 3 اوزان بس طيب الاسم السلاسي هيخش على فعيل بس السلاسي بس قال له لا اذا في حاجات تانية معاك ستة حاجات كمان او سبعة هيخش على وزن فعيل ايه هما قال لي فرد ان الكلمة زي شو غيره مثلا ايه اصلها شجرة طب انت عندك اصلا شجرة كم حرف المفروض اربع بس احنا مش هنحسب التهي التأنيس هتقول اللي هيخش اللي هيصغر كمان على وزن فعيل مع السلاسي اللي احنا يعني السلاسي هيضم اول ويفتح ثانيه ويضب مثال الثالثة ايه ساكن اللي هيخش على وزن فعيل كمان قال لي الاسم المختوم بتاء تأنيس قبلها 3 حروف لانهما ثلاثة ضل اصليين يبقى شجير تشغير شجرة شجيرة تشغير بقرة بقيرة وما تنساش التشكيل لان التشكيل حاجة اساسية جدا انت اصلا بتضم وتفتح وحطوه فيها سالسة ساكنة طب لو انت حطت ليها بس يبقى انت ما عملتش على الحركة خطوة واحدة بس ما تنفعش نازما تعمل خطوات كلها طيب يبقى تاني اما يجي يقول لي اذكر ما يصغر على وزن فعيل يعني بالبلد ايه اللي بيعمل معاملة السلسة ايه اللي بيعمل معاملة السلسة ايه اللي بيصغر زي السلسة قال للإسم السلسة مثلا عادي بيعمل مع السلسة انها قدم اوله وتفتح ثانيه وتضيف يأسة ليسة ايه ساكنة بس تفرض ان الكلمة قبلها 3 حروق فاته تقنيس اخيرها تقنيس وقبلها طöhات حروف برضو تعامل معاملة السلسة يعني تخش على وزن فعيل كن عارف ان انت عندك ميزان صرفي وميزان تصغيري ميزان الصرفي ان الشجير عزنه فعيلة لا مش بتاعنا ده احنا شجيرة عزنه فعيل لان انت عندك ثلاث اوزان للتصغير بس فانت مجبر انك تدخل كل كلمات اللغة العربية اللي هتصغر تحتهم طيب فيه مأخوتما برضو مما يعمل معاملته السلاسي اللي يصغر عزنه فعيل يعني مأخوتما بقالف المقصور قبلها تتأحرف زي حبلة حبيلة لبنة لبينة طيب لبينة وحبلة على ازنه ما تنساش على ازنه فعيل عشان يجي يقول لك صغر واسكر وزنه صغر كلمات تأتيها واسكر وزنه طيب كمان مأخوتما بألف الممدود قبلها سلاسة احرف زي ايه حمراء قبل ألف الممدود كم حرف ثلاث ألف الممدود اللي هي همزة وقبلها ألف كم حرف ثلاث يبقى تصغير حمراء حميراء صحراء صحيراء خضراء خضيراء عشان خضراء يفعل خاء والضاد وره وبعدهم الهمزة الممدود الألف والهمزة فانت هتحسب كم يبقى تلاتة قبل ألف الممدود يبقى تعمل معاملة بعد ألف الممدود يبقى تعمل معاملة السلاسة طيب كمان ما كان على وزن أفعال اللي هو وزن القلة زي أطفال وأجمال صغر أطفال كده أطفال وطيفال وطيفال على وزن على وزن فعيل ما تنساش تعمل معاملة السلاسة وأجمال على وزن على وزن فعيل برضو تعمل معاملة السلاسة طيب النقطة الستة ما ختم بألف ونون قبلها سلسة أحرف زي سكران عمران عميران بس بشارط ما يكونش الجامع بتاع على وزن فعالين لأن لو الجامع بتاع على وزن فعالين هتضطر تيلي في الألف كمان ليه زي سلطان سليطين رقم سبعة ايه لي عامل معاملة السلاسة كمان صغر على وزن فعاي صدر المركب الإضافي يعني ايه صدر المركب الإضافي والمسجي أول جزء منه زي عبدالله صغر كده عبيد الله الغريب إنه عبيد الله هتبع في التصغير على وزن فعاي بعلبك صغرها بوعي لبك بوعي لبك في التصغير هتبع على وزن ايه على وزن فعاي تان اذكر ما يصغر على وزن فعاي ايه اللي يصغر على وزن فعاي يعني ايه اللي يعمل معاملة السلاسة الاسم السلاسة وما ختم بتاья التكنيس قبلها ثلاسة احرف ما ختم بألف المقصور هاه قبلها ثلاسة احرف ما ختم بألف الممدود قبلها ثلاسة احرف ما كان على وزن افعال من اوزان القلة ب LOT اخره برضو الاسم اللي هو اللي هو اخره او السلاسة ما ختمة بسلاق بالف ونون قبلها سلاسة احرف زي سقيران بس ما يكونش جماعة لازم فعالين ليه? قال لي لان انت هتي لي بالالف ليه? ليه زي سلطان سليتين شوفوا الالف ده هي تقلبتها ليه اما هناك ما كنتش بقى لي بالالف ليه سقران حطيت ليه بس وصيبت الالف زي ما هي. صد للمركب الاضافي اول حتة او او الجزء الاولاني من المركب الاضافي انه مركب من جزئين يعني. طيب النقطة اللي بعد كده عاوزين نتكلم على الوزن التاني ما احنا قلنا التصغير له كم وزن? ثلاثة. الوزن الاولاني ها? فعيل والوزن التاني. فعيل والوزن التالت فعيعين. تعال نتكلم على الوزن التاني اللي هو وزن فعيعيل. ايه اللي يصغر على وزن فعيعيل? قال لي بص معي. الاسم الرباعي. الاسم ايه? الرباعي. طب ازاي? قال لي هتضم اوله. هنزود خطوة زيارة. هنضم اوله. ونفتح ثانية. وهنضيف ياء ثالثة ايه? ساكنة. ثم يقصر. يقصر ها? ما بعد الايه? ما بعد الياه. الحرف اللي بعد الياه هتقصره. يقصر ما بعد الياه. ازاي? جعفر او? هضم اوله. افتح ثانية. اضيف ياء ثالثة ساكنة. واقصر. يبقى بايت جعيفر. سكرت في عفر ايه? جعيفر. طيب ايه كمان يعامل معاملة الرباعي. يجي على وزن فعاي عيل. ما ياخدها ببطاق التقنيس قبلها اربع احرف. نفس اللي قلنا فهو. يعني لو الف جاوتاق التقنيس قبلها اربع احرف. هتعامل معاملة الرباعي. زي حنزلة. هه? حنيزلة. طب ليه حنزلة حنيزلة? قال لها ما اجتهد ضم. وتفتح. وتضيف ياء ثالثة ايه? ياء ثالثة. ساكنة. طيب وتقصر اللي بعدها تبقى على وزن ايه? طب خنزلة بقى على وزن ايه? قال على وزن فعيل. تمام? ميزان تصغيري. طيب ما ختمة بالف الممدود. برضو يكون قبلها اربع احرف. زي قربلاء. تبقى تصغير ايه? قريب لاء. تمام? طب جات ازاي? اضم اوله. وافتح ثانية. واضيف ياء ثالثة سكينة واخصر اللي بعدها. طب قريب لاء على وزن ايه? قال لها على وزن فعيل. طيب ما ختمة بياء النسب. قبلها اربع احرف. زي كلمة شافعي. قال لي شافعي تصغيرها. ها? شويفعي. ليه? لان الف برضو ياء النسب. وقبلها كم حرف. وقبلها كم حرف. قال لي اربع احرف. طيب. خمسة. ما صغر على ازن فعيل. ما ختمة بعلامة التسنية قبلها. او الجامع او جامع مذكر قبلها كم حرف. ها? اربعة احرف زي مسلم مسيلم. ومسلمان مسيلمان ومسلمون مسيلمون. طيب. تاني كده. ايه اللي يعامل معاملة الرباعي? اللي عندك اربع او خمس نقط. خمس نقط عامل معاملة الرباعي. الاسم الرباعي كده كده يعمل معاملة هو اصلا كده كده الرباعي. في عامل معاملة الرباعي يعني هيدم اوله. وافتح ثاني. واضيف ياء ثالثة ايه? ساكنة واقصر اللي بعد الياه. طيب. ما ختمة بتاقي التأنيس بس بشرط يكون قبلها اربع ايه? احرف زي حني زلة. ما ختمة بالف الايه? المندود قبلها اربع احرف زي قريب الاء. ما ختمة بياه النسب قبلها اربع احرف زي ايه? شوية في عيه. قلنا كمان نقطة اللي هو ايه? عندي ما ختمة بالف المقصوط بعلامة المثنى قبلها او اعلمة الجامع. قبلها اربعة ايه? احرف زي مسلم هتبعوا مسيلم. طب والتسنية بتاعتها مسلمان برضو مسلمان ومسلمون مسلمون ومسلمات مسلمان. ده الوزن التاني. تعالي نتكلم على ها? ايه? اذكر برضو الوزن التالت اللي هو فعيعيل بقى. الوزن الاخير خالص فعيعيل. ايه اللي بيحصل? ايه اللي بيعامل معاملة او اللي بيجي على وزن فعيعيل? قل الوزن ده بفوش لكلامات بسيطة جدا. ايه هما? الاسم الخماسي. بس بشرط مش كل الخماسي بقى? لا ده بشرط اللي قبل اخره حرف عل. تمام? ازا كان قبل اخره واو او الف هتقلبها ليه? ولو كاتلها كده كده هتسبها ايه. اين? ايه اللي بيصغر على وزن فعيعيل? قل الاسم الخماسي اللي قبل اخره حرف عل. تمام? بس بشرط او مش كل الخماسي. بشرط ان يكون قبل اخره حرف ايه? حرف عل. زي من مسلا قل عندك اوه مصباح وعصفور طب وهعمل ايه في الان لو فالف وو قبل الاخر مصباح هتبقى مصايبيح مفتاح مفايتيح طب ولو كات وو عصفور عصيفير طب مصايبيح مفايتيح عصيفير على وزن ايه فعيعيل طب الوزن نوت قليل شوية هياخد بس الكلمات اللي هي خماسي بس كل الخماسي بقى ده اللي قبل اخره قبل اخره وو او يا وو او الف او يا اللي يحرف العلم ولو قات وو او الف هتقلبها لياه لياه فانت هاو هتضم اوله وتفتح ثاني وضيف ياه سالسة ساكنة والالف ده تقلبها لياه بقت نصايبيح طب كذلك مفتاح طب عصفور هضم اوله وافتح ثانيه وضيف ياه ساكنة والياه ده هي والواو ده تقلب لياه مراعطة للكسر اللي قبلها بقت عصيفير طيب اذا كانت ياؤو بقى هتسيبها زي ما هي لو كانت زيكنديل ها قني 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 ديل عادي ما اكتلا كده ايه هتبضل زماني طب تعالى بقى لما نتكلم كده احنا اتكلمنا على الثلاث اوزان اوزان السلاسي السلاسي قلنا فعيل والرباعي قلنا ايه فعيعيل وقلنا الخماسي ايه الرباع قلنا فعيعيل والخماس قلنا فعيعيل وقلنا قلال شوية طب افرد ان انا معايا اسم خماسي مجرد بقى ان هعمل في ايه يعني افرد ان انا ايه معايا كلمات مثلا ان انت ماخدت خط السلاسي ماشى والرباعي تمام جيت عنده الخماسي ماخدتش هلال نهو قبل اخر حرف علم طب افرد رباعي مجرد خماسي مجرد هعمل معا ايه قال لي بالراحة بقى كده اسقر ما يحدث عند تصغير المجرد الخماسي يعني مجرد خماسي يعني هو خمس حروف والخمسة اصلية زي كلمة صفرجل قال لي ما انت معندكش وزن ليه هنعمل ايه بقى قال لي هنضطر نحذف حرف ليه يعني نحذف حرف عشان يعامل معاملة الرباعي وياخد وزن ايه فعي ايل ازاي قال لي ما هو صفرجل خمس حروف هتحذف الراحة الراحة بقى كم حرف اربعة يبقى صفرجل ها صفير وخلاص غمحرش ها غحي غمح غمح غمحرش او غمح ير يبقى انت عملت ايه بقى حذفت ايه حذفت الحرف اللي هو الشين وضم اصغار هضم اوله افتح ثانية واضيف هي ثالثة ايه ساكنة ايه غمح غمي حر غمحرش غمي حر تمام كده طيب يبقى انا ها هعمل ايه هحذف الحرف الاخير وصغار طيب وقال لي يا جوز كمان ان يعوض عنه عن المحذوف بيه وفي الحالة دي بس في الحالة دا يكون على وزن ايه قال لي هيبقى على وزن فعيعيه يعني ايه ممكن اصغر صفرجل صفيرج او اصغرها صفيريج اعوض عن الحرف المحذوف بيه بيه طيب افرد ان انا معايا الكلمة اربع حروف يعني انت مثلا صفرجل كان الخمس حروف اصليه انت لما جدت صغر عملت ايه شيلت الحرف الخامس وخلاص اللي هو اخر حرف طيب افرد ان انا معايا الكلمة الخماسي حرف الرابع من حروف الزياد يعني ايه يعني فيه حرف اصلا من حروف الزياد وانا معايا الخامس ممكن اشيله وممكن اشيل الرابع ده يعني مثلا كلمة زي خضرنق تمام هي اصلا النون ده من حروف الزياد قال لي ممكن بقى لما تيجي الصغرية تشيل النون يشيل الكوف تشيل واحدة من اثنين فهي جزء خديرك او خدير لتننصح طيب عندي شوط ملاحظات كده تخلي بالك منه كلمات شزة يعني لو جات منهم حاجة في الانتحاد عندي كلمة مغير بان تصغير مغرب قال شز والكياس مغير كلمة عشيان تصغير عشيان عشاء شزة تصغيرها عشي أنيسيان تصغير انسان تشزة لان المفروض Frei Food تصغيرها ايه هيبقى أنيسين عفوا كلمة تاني كلمة مغيربان تصغير مغرب شزة قياس مغيرب كلمة عشيان تصغير عشاء المفروض عشي كلمة انيسان تشزة تصغير انسان كلمة لليلة لليلة تصغير ليلة تصغير لأصل لليلة كلمة عشية عشيشية تصغير عشية والقياس عشية تان في كلمات متصغرة شزة كلمة مغيربان شزة كلمة عشيان تشغير إنسان شزة لليية وشيية وشيشية شزة والقياس بقى مغيرب وشي ونيسين وليلة وعندي إيه وغشية النقطة اللي بعد كده تعاني تكلم على بعض الملاحظات على التصغير الملاحظة الأولى تعاني تكلم على حكم الاسم الثاني أو الحرف الثاني عفوا العرف الثاني عند التصغير لما أجه صغر الحرف الثاني هعمل مع إيه الحاجة عادية قلص يعني اتكلم تبا بالراحة إذا كان حرف صحيح ما انت مشتعمل في حاجة يعني حرف صحيح يعني ما هوش ولواو ولا ألف ولا إيه مشتعمل أي حاجة خلص جاناك هتفتح يعني تصغير السهل أو صهي عشان حرف صحيح ما تقدرش تعمل في حاجة طيب يفرر إن هو حرف صحيح بس كان أصلا حرف علا يعني مثلا هنا تيدي كان أصلاه هوه قال هي مش كدك مش قدامك صحيح يعني مش في حاجة برضه يبقى متعد متيعي تان لو الحرف التاني صحيح هتفتح ولو كان حرف برضه صحيح أصلا حرف علا برضه هتفتحه مش تعمل أي حاجة يعني انت مش هتغير حاجة لأنه كده كده حرف ايه حرف صحيح سواء كان هو صحيح أصلا زي سهل كده الهاء صحيحة أو سواء كان حرف صحيح زي متعد متصل كلمة متصل هي ته بس ته ده أصلاه هوه هي أصلاها موتيصل طب ما هوه هعمل أي قال لي لا متحد متايح متصل متايصل متعد متيع تعنيي تكلم hotter الحرف الثاني لو كان حرف علا حرف الثاني لو حرف علا ممكن يكون واو ممكن يكون ألف ممكن يكون ياء تعاليي كلنا ما نعمل في ايه قال لي مثلا اذا كان ألف مثلا نبدأ عن الألف اذا كان ألف هتقلب واو في أربع مواض اذا كان الحرف التاني ألف زي شعر كده الحرف الثاني ايه? الف هتقلبها واو فاربع مواد. اذا كانت اصلها واو زي باب. الالف دي حرف الثاني اوه. بس اصلها واو فلما ده صغر رجحها الاصلها واو تبقى بوايب. او ما قلت الاص. يعني ما قلت الاص مش عارفين اصلها. زي زان زوين عاج عويج. او اذا كانت زي ايه ده. يعني زي ايه ده مش نص الكلمة. زي شاعر شويعر جاهل جواهل. طيب او اذا كانت الالف منقلبة عن همزة. يعني اصلا هي في الاساس اصلاها همزة. زي ادم قويدم. اصر قويسر. تاني. تاني. حرف الثاني. لو حرف عين لو كان الالف. الالف ده تقلب واو لو كانت حاجة من اربعة. اذا كان اصلها واو. زي باب بوايب. اذا كانت مجهولة الاصل مززان زوين. ما تنساش التشكيل. التشكيل. اضم وافتح واضح فيها السلسة سكنة. اضم وافتح. ها? واضح فيها السلسة ايه? سكنة. طيب. او اذا كانت زا ايدة زي جاهل جواهل. وازا كانت منقلبة عن همزة زي ادم ايه? ايه? ويدن. قال له خلي بالك. وتقلب ياء في موضع واحد. تقلب ياء اذا كانت اصلاها زي ناب اهو. نو يايب. ناب يوني نو يايب. يبالا هيقول لي صغر كلمة باب وناب. واسكر ما حدث لها من تغيير. هقول له باب تصغيرها ابو وايب. هلا بتنالف لواو لانها اصلاها واو. اما ناب هقلبها الياء. تبقى انه يايب لان الالف اصلاها ياء. طيب. طب ده لقل الحرف التاني الاف. طب لو حرف التاني كان ايه? قال لي الحرف التاني لو كان ايه? اصليها طب. زي حي حي يايب. عيد عييد. اللي هي اصليها تسب. طب. ولو اصلاها واو. هتلا بتغلب واو. زي كيمة قوائمة. يبقى تاني. لو الحرف التاني ياء? لو اصليها تبقى. ولو كان اصلاها واو ترد لاصلاها واو. طب كده الواو خلص. الياء خلص. طب لو كان الحرف التاني واو. قال لي برضو. لو اصليها تبقى زي عود عويد. ولو اصلاها ياء? تبدل ياء زي موقن ميايكن. تاني. حرف التاني موقن ميايكن. طب ازا كانت الحرف التاني حرف علة. مبدل من حرف صحيح. يعني هو دلوقت حرف علة او. اياء او. زي دينار هو ياء. بس الياء ده اصلاها نون. او كيرات. الياء ده اصلاها راء. الا لا لا لا. هتتضطر ايه? ترجحها لاصلاها. يبقى تصغير كلمة دينار دونينير. جات من ان دي دينير دي. قال لي اصلاها نون. فانت رجعت النون. وده اه. اضمت اوله. ورجعت الليها لاصلاها نون او. وفتحت ثانية واختطت ايه? نون ساكنة هو. الياء ساكنة. وكده كده الالف ده تتقلبت لي ايه? ليا. كذلك كيرات اصلاها كوراي ريت. هتصغيرها كوراي ريت. ليه كوراي ريت جات الريدي من اصل الياء اصلاها ايه? اصلا كان اصلاها. الياء اصلاها راء. تاني. يبقى اسمع مني كده بسرعة كده. الحرف التاني لو حرف صحيح اصلي او صحيح منقلب عن علة هتسيبه وتفتحه. لو كان الف هتقلبه واو في اربع مواده. لو كان اصلاها واو مجهولة الاصل زائدة. ولو كانت منقلبة عن هامز. طب هتقلبها في موضع واحد لو اصلاها. طيب الحرف التاني لو كان ايه? لو اصلاها تبقى. اصلاها واو ترجحها الاصلاها واو. طب الحرف التاني لو كان واو. لو اصلاها تبقى. ولو كان اصلاها ترد الاصلاها. طب لو كان حرف علة بس اصلاها صحيح ترجعها الاصلاها تاني. يبقى تاني زي كلمة دينار دونينير. الي ايه كان اصلاها نوم. وكيرات قريريت. الي ايه كان اصلاها راء. طيب ما حكم الحرف الثالث بقى. اللي هو بعد يهات تصغير بقى. الحرف الثالث اللي بعد يهات تصغير. يعني مثلا هدم وافتح ووضيف يهات التالت بقى اللي هو كان نلم هنا؟ هيبقى بعد يهات تصغير قال لي والله لو هي صحيح اشتقمل في حاجة بتشتقموش في حاجة لو الكلمة هات تلات حروف لان ده خاص باعلمت العراء. وله اربعة وله اربعة حروف زي جاعفر هتحط له ايه كسرة اللي هي ال فيه داي? هتكسرها يدمه دومه اول وتفتح سنضيفها سلسة سكينة وتكسرها. يبقى الحرف التالت لو كان صحيح. لو كان حرف صحيح مش هتعمل في حاجة. طيب لو سلاسي ها? هتت مش تعمل حاجة لان ده خاص بعلمة العراب. ولو كان اربعة هتكسره. طيب افرض ان هو كان حرف ايه بقى? يه مسلا او الف او و. لو يه هتتغيما فيها التصغير. ساق اصلي او زين او منقلب عن و. ما هتتغيما فيها التصغير. صرف النظر بقى لي اقدى اصلية زي قرية قرية او زي ايه ده زي كتيبة كتابة او منقلب عن اصل زي او اصل واو زي مصيبة ومصيبة. مش هتعمل فيها حاجة يبقى تيبلي. حرف التالت لو حرف في الا يه. خلاص. مش هتقدر تعمل في حاجة هتتغيما فيها ليه? التصغير. طب لو كانت الف. لو كانت الف. اهل لو الف. يو مش هتنفع تفضل بعدها التصغير هتقلبها ليه? ايا كان نوح. وتتغيما في ايه? زي مسلا ممكن تكون منقلب عن اياه زي هدى هدى فتاة فتاة ماليش دعو. هي كده كده الالف وقع بعد تصغير ايا كان نوحة هقلبها ليه? واضغمها فيها التصغير. طب او منقلب عن و زي ضح ضحي مقاب مقيم او زي ايه دا قلادة قلادة يبقى الالف لو وقع بعدها التصغير بصرف النظر عن نوحة هقلبها ليه واضغمها فيها التصغير. طب لو الحرف اللي بعدها واو. قالي برضو تتقلب ياء وتضغم. هي اقوى. طيب ياء وتضغم. سواء قد اصلية او زائدة او متحركة او ايا كان نوح. طيب زي مثال كده قرو جري هي اللي هو اصلية. بس هقلبها ليه واضغمها فيها التصغير. او زائدة معونة معينة. برضو هتقلبها ليه واضغمها فيها تصغير. متحركة في المفرد زي كروان قريان. مفيش مشكلة. متحركة في المفرد وجامل التسكير وهي ليست متحركة. دي بقى اللي يجوز قلبها ويققوا بقاها زي الجدول جديل او جديوي. تاني من الاول تاني. بقول الحرف التالت. لو كان صحيح لو كان الكلمة تات حروف ما تعملش حاجة. طب لو الكلمة اربعة لو اربعي بقى انت هتقصر. ده لو كان صحيح. طيب افرد ان هو كان ايه كان ياء. قال لي ياء بصرف النظر عن نحة. هتضغمها فيها لايه? هتضغمها فيها التصغير. طب لو الف هتقلبها ياء وتضغمها فيها التصغير. ولو واو هتقلبها ياء وتضغمها فيها التصغير برضو. سواء قد اصلها زي جر وجري زي ايدة. يا ايدة يعني مش نقص الكلمة. زي مسلا معونة معينة. او متحركة في المفرد زي كروان قريان وجامعة بتاعها غيالان للكلمة. او لو متحركة بقى في المفرد برضو كده كده يجوز قلبها او ياء او تسيبها زي ما هي الجدول جديل او جديو. طب طب معنا اتكلم بقى عن نقطة اللي بعد كده ما حكم تصغير ما حزف احد اصول. يعني ايه حكم تصغير ما حزف احد اصول? يعني الكلمة اللي ما حزف منها حرف. لما ده سقارها هعمل ايه? قال لي والله ازا حزف الاحد الاصول وبقيت الكلمة على سلسة احرف. يعني افرض ان الكلمة انا حزفت منها اصول. وهي فضل تلات حروف زي كلمة شاكن. يا اصلاها شاكي. قادن. اصلاها قادي. قال لي ما ده متلات حروف ما ترجعش حاجة. انت هتصاره خلاص. والالف هنا زايدة زي ما احنا قلنا فوق. حرف التاني هنا الف وزايدة. يبقى الواو يبقى شاكن شوي. وما ترجعش حاجة. انا كده كده بقت تلات حروف احنا ما بنصغرشها للكلمات اللي تلاتة. فكده كده بقت ايه? تلاتة فمترجعش حاجة. شاك شوي. قاد قوي. طيب. افرد ان انت عزفت مسلا وبقت الكلمة على حرفين. ما حزف احد اصوله وبقيت على حرفين. قال لي لا. براحكد. لو ما حزف اللام واخر حرف. من اللي هو اخر حرف هترجعه. سواء الكنواق قوياء. وتضغم فيها تصغير. زي دم دمين. اخي اخي. ابن بني. تاني. لو اتحزفت الكلمة من حرف حروف احد الحرف. وبقت على تلاتة احرف مش هترجع المحزوف. طب لو بقيت على حرفين. قال لي بالراحة بقى كده. لو محزوف اللام هترجعها. وتقلبها ليه لو ايه كان سواء كانواق او يا. ولو كانواق هتقلبوا ليه وتضغموا فيها التصغير. زي دم دمي اخ اخي ابن بني. لو محزوف العين هترد برضو. زي منزو او مز اصد اصلاه منز. منزو مز منيز. او محزوف الفاق هترد. زي عيدة وعيدة. صلة او صلة. يبقى من الاخر ايا كان الحرف المحزوف. اللي هو في اللام. او في العين. او في الفاق ترج. تصغير الترخيم بقى احنا هنا تصغير كم نوع اتنين? تصغير اصلي وتصغير ايه? وتصغير ترخيم. تعالي الكلام عن تصغير الترخيم. بالنسبة لتصغير الترخيم هو تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد. يعني ايه بقى? يعني انا بشيل الزوائد اللي موجودة في الاسم. وبعدين اصغيره. ازاي مش فاهم? قال لي يعني انت مسلا كلمة احمد. هي اصلاها ايه? اصلاها تات حروف. ها? والممو ده الحمدة. يبقى تقول تصغيرها حمدة. حميد. تصغير احمد حميد. كذلك محمود. اصلاها ايه? حمدة. برضو حميد. يبقى انت بترجع. تجيب التلات حروف الاصليين. ها? وتبدأ ايه? تشتغل عليهم. طيب. تصغير ترخيم تصغير الاصلي كان له تلات اوزان. فعيل وفعيل وفعيل ايه? قال لا تصغير الترخيم له وزنية اتنين بس. فعيل وفعيل. بس. فعيل وفعيل فقط. طيب تعالي اخب بقى ايه? ايه اللي يصغر على وزن فعيل? اللي يصغر على وزن فعيل. لقم واحد ما كان اصوله ثلاثة. زي معطف. هي اصلاها عطفة. بتصغر عطيف. طب بتصغر عطيف ليه? قال ما اصلاها عطفة. ها? بصغر يا عطيف. حامد. شو بقى اللي هنا? حامد. ومحمد ومحمود وحمدي. كلهم اصولهم واحد. ماشي? اصلاهم حمدة? تصغر حميد. طيب. ايه اللي يصغر على ازن فعيل? قال لي مك انا اصوله اربعة. ازاي? قال لي زي كلمة عصفور. اصلاها عصفة. عصفرة. صغر عصيفة. زعفران. اصلاها زعفر. زعيفة. يبقى اللي يصغر على فعيل اللي هو اصوله تلاتة. ولو يصغر على فعيل اللي هو اصوله اربعة. بتجيب التلات اصول زي احمد اصلاها حمدة. تجيب تلات اصول وتصغره. وزي مثلا زعفران اصلاها زعفر. تجيب التلات اصول وتصغره. طب ايه اللي ما يصغرش تصغير ترخيم? قال لي مش هنصغر تصغير ترخيم اي مجرد. لان التصغير الترخيم محتاج يكون الكلمة فاها زواد وانت تشيله وبعدين تصغر يبقى لو مديك كلمة مجردة زي رجل وجعفر قوله لا ما تصغرش يبقى المجرد السلاسي والرباعي والخماسي اي حاجة مجرد لا ما تصغرش صغرش ترخيم كذلك الرباعي المزيد بحرفة او حرفين لقات نزيادته غير صالحة للبقاء في غير الترخيم يعني مدحري المين مش غير صالحة للبقاء في غير الترخيم لا ما تصغرش تاني من الاول كنت ايه هو تصغير الترخيم قال لي تصغير الترخيم و تصغير الاسم بعد تجريده من الزواد يبقى انت محتاج اسم في زواد وانت تبدأ تشيلها وتصغر له كموازن في التصغير ترخيم له كموازن قال لي اتنين بس فعايل وفعايل فعايل لتصغير اللي هو اللي اصله 3 وفعايل لتصغير اللي اصله 4 ومش يصغر ترخيم اي كلمة مجردة او الرباعي المزيد بحرف لان زيادته غير صالحة للبقاء في غير الترخيم طيب فيه معخوزات بقى اللي بقى حاجات بسطة جدا ملحوظات النقطة الاولى مثلا ملحوظة الاولى ما حكم تصغير المؤنس السلاسي الخالي من علامة التأنيس يعني ايه كلمة ضر مثلا هي مؤنس والسلاس ثلاث حروب وخالية من علامة التأنيس اما اجا صغر قال لي دي بقى هالدفلات تأنيس في الاخر يباتين يجب الحق تأنيس مع الكلمات السلاسي الخالية من تأنيس اما اجا صغر بس بشارت ما تقدش لي لابس ما تلتبس بتصغير حالة تانية يعني دار اصغر ايه دويرة نار نويرة عين عيينة تمام انت عملت ايه ضميت والالف هنا ايه سانية على ابتال واو لانها اصلاها واو ها واضفت ياء سالسة ساكنة ما تنساش التشكيل اضم اوله افتح سانية دف ياء سالسة ايه ساكنة طب هي تلت حروف ومش هتلتبس بغيرها يبقى انا هصغرها احط يتاق تأنيس ده بغدار دويرة نار ها نويرة عين وعيين طب اجا عند شجرة بقى قالي لا هي صحيح سلاس حروف وممكن ان انا صغرها وقال لي بس ان ما اضمش تحطي تاق تأنيس ليه اصدم شجر اصدم على الشجر تلت حروف شجر كلمة شجر لا وبقر لا يا جوف ان انت تحطي تاق تأنيس في التصغير بتاعه ليه قالي لان الكلمات دي لو انا صغرت شجر شجير وحطيت تاق تأنيس هتلتبس بكلمة شجيرة اللي هي تصغير شجرة فبلاش اما دور لما غيرت صغرها دويرة وحطيت تاق تأنيس ما بتلتبس بغيرها يعني مش هتختلط مع غيره فانا معسلا كلمة شجرة اصغرها شجيرة وشجر شجير اصغرها شجير تاق تانيس تاني المفروض لما اجا صغر الاسم المؤنس السلاس الخلي مع علامة التأنيس لما اصغره اضيف له تاق تانيس زي دار دويرة وعين اقياي ما ينفحش الكلام ده مع الكلمات اللي هيقدفها التباس زي شجر اجا صغرها شجيرة يوم تلتبس بتصغير شجرة الاقبلاش ملحوظة كده في كلمة شازة كلمة قديديمة انت قلت اما بتجد صغر اما بتطفل تاق تطفل مع الامين مع المؤنس السلاسي بس اللي خلي مع علامة التأنيس قالت اما قديديمة تصغير كلمة قدام اللي هي غير سلاسي اصلا انت ليه حطيت تاق تانيس قال لها يبقى كلمة شازة وزوايد اللي تصغير كلمة زا زود زود هي 3 حروف وهو ولو حطيت التاق مش هتلتبس يبقى شازة عشان محطيتش الته يبقى قديديمة شازة لان اضفت الته وهي غير سلاسي وزواي دي شازة لانها ثلاثة ومتوفرة فيها الشروط ومحطتش بتاعه تمام؟ تعالي اتكلم على اخر نقطة تصغير الجامع حكم تصغير الجامع قال انت عندك الجامع التكسير الاول كنا اتكلمنا بصورة عنه في الاول كده جامع التكسير ده ممكن يكون جامعه كله وجامعه قصر لو كان جامعه كله اما تجي تصغره عادي يصغره عادي اجمال وجيمال مفيش مشكلة وجيمال زي ما احنا قولنا على ازن فعال للي بتعمل معاملة الثلاثة تخش على ازن فعال طيب جامع التكسير للقصر كنا قلنا في اول الفيديو خالص ان لو كان عاقل ايه هتجيب مفرده يعني غلمان ايه هتجيب مفرده ايه غلام تمام؟ وعشان عاقل تضيف واو نوني يبقى غلمان وغليم اوه طب ولو كان غير عاقل هتجيب مفرده وتصغره وعشان غير عاقل تضيف الف دي دراهم دراهم طب اسم الجامع اسم الجامع بقى صغره ازاي عادي نفر نفعي عاقل نفعي وخلاص طب بالنسبة للمسنه لو انا عاقل اصغر المسنه وجامع مذكر وجامع المؤنس هتجيب مفرد وصغر وحط علامة المسنه او الجامع بعده يعني مسلمون ما اشيل الواو نون واقع صغرها ومسيلم وبعد انا احط الواو نون مسيلمون مسلمات مسيلمات عادي خالص وهناك كلام ده في الاول خاص طب مسلمون ومسيلمون ومسلمات مسيلمات عادي بقى طيب ما حكم تصغير المركب بقى نبدأ الاول المركب ايه المركب الاضافي المركب الاضافي تصغر اوله يعني صغر اوله اللي الصدر بتاعه يعني يعني اسا كلمة عبد الله اصغرها عباد الله وقال عباد الله عز نفعي لفظ الجامع شي صغر ابو بق عباي بكر وخلاص المركب المسجي هتصغر برضو صدره وتضيفه العجز حضر موت حضير موت باعل بك باعي لبك تمام؟ واتعمل معاملة السلاسة حضر موت عز نفعي المركب الاسنادي بقى ما بتصغرهوش لان التصغير هو اصلا بيعامل معاملة ايه؟ هو ما بيجي عرب بيعراب اعراب الحكاية فبلاش المركب الاسنادي ليصغر لان التصغير يخرجه من الحكاية المركب العددي اللي هو خمستاشر ستاشر او الكلام ده العدد المركب يعني هيصغر صدره زي خمسة عشر تصغر ايه؟ خميسة عشر تاني المركب الاضافي والمركب البسجي اصغر صدره جزء الاولان منه المركب الاسنادي مش اصغر ايه؟ مش اصغره لان ده يخرجه من الحكاية طب بالنسبة للمركب العددي يصغر صدره ويضاف الى عجزه خمسة عشر خميسة عشر طيب تعاني الكلام على حكم تصغير ها؟ الالف التانيس المقصور الاسم المختوم بالف التانيس المقصور كنا قلناها بسرعة كده قدام اه الف التانيس المقصورة الوالله لو رابعة تسيبها زي سلمة سليم طيب واذا كانت خمسة في اكثر ومش قبلها حرف مادة تحذفها قرقري قرقري قريكر ضم اولف تحساني وقد احذف ايه؟ الف المقصور طب لو كانت خمسة في اكثر وقبلها اخرى مادة ممكن تسيبها او تحذف برحتك عبارة حبيري حبيرا او حبير عادي يبقى تصغير الاخر الاف التانيس المقصورة لو رابعة تحذفها خمسة في اكثر ومش قبلها حرف مادة تحذفها اصلي لو رابعة تسيبها زي مسلا سلمة سليم عفوا سيبها لو خمسة في اكثر وليس ايه؟ قبلها مادة هتشيلها زي قد خمسة في اكثر وقبلها اخرها ماد يقص حسفها او ايه؟ او بقاءها وقده يعتبر التصغير قدس تعالي اتكلم بقى عن ايه؟ عن النسب انا عاوز اتكلم عن النسب او ازاي النسب ايه انسب ازاي؟ النسب من دروس السالة جدا او المهمة او ودرس صغر جدا مش طويل زي ايه؟ زي ايه ايه درس اللي هو ايه التصغير النسب قال لي النسب هو الحق اخر الاسم ياء مشددة وقسر ما قبلها لتدل على نسبته الى ما ارحق به النسب بتلحق اخر الاسم ياء مشددة وقسر ما قبلها لتدل على نسبته الى ما ارحق به يعني ايه نسبته الى ما ارحق به؟ يعني بقول مصري نسبة الى الوطن مصر عربي نسبة الى الوطن عربي تمام؟ طب ايه الغرض من النسب؟ قال الجعل المنصوب من آل المنصوب إليه أو من أهله أو من مهنته يعني لما بتقول ده مصري عم تنسبه لأهل مصر عربي بتنسبه لأعراب طمام ايه فايدة النسب الدلالة على الوصف مع الإجازة بتوجز وخلاص طب أما جنسل للكلمة ايه التغيرات اللي بتدخل على الكلمة عند الناس قال لي مثلا فيه تغيير لفظ ايه التغيير اللفظي ده تغيير لفظي انك هتزود ياء مشددة وتقصر القبلة وتنقل الحركات إليه مش فاهم تغيير اللفظي انك مثلا كلمة مصر هتضيف ياء الاول ومشددة وتقصر الحرف اللي قبلها وهتنقل علامة الاعراب لليه يعني بعد كده مصر بدل ما كنت هتحط علامة الاعراب على الراء هتحطها على ياء الناس ده اسمه تغيير لفظ فيه تغيير معناه جعله اسم المنصوب بعد ان كان اسم المنصوب إليه بدل ما كانت اسم البلد مصر بقت اسم الشخص يبقى جعل جعله اسم المنصوب بعد ان كان اسم المنصوب إليه وفيه تغيير حكمي تغيير حكمي اعطاء المنصوب حكم الصفة المشبهة في الاعراب زي ما نتكلم في آخر خالص عن الاعراب تاني ايه التغييرات اللي بتخخل عند النسب تغيير اللفظي والتغيير اللفظي بتاني من ثلاث حاجات بتضيفيها مشددة بتقصر لقبلها وبعد كده تنقل علامة الاعراب لليه المشددة تغيير معنوي بتخلي اسم بعد ان اسم المنصوب بعد ما كان اسم المنصوب إليه تغيير حكمي اعطاء المنصوب حكم الصفة المشبهة في جر فعاله او زي ما نتكلم بعد كده طيب تعالي نتكلم على النسب اول حاجة للاسم المقصود احنا قلنا ما بننسب بنعمل ايه بن نقصر بنضيفيها مشددة ونقصر حرف القبلها وبنلعامة نعراب الناسب لقسم المقصود قال لو قلق اسم المقصود الالف بتاعته ثلاثة هتيلبها الواو يبقى عصى عصوية فتاة فتاوي دي راح دي بقى الالف المقصود الالف بتاعته رقم ثلاثة وانت مغمد يليبها الواو عصى عصوية طيب فتاة فتاوي طب لو كانت رابعة قال لي حسب بقى لو تاني الكلمة متحرك هتحذف كندا كندي برده برده لو تاني الكلمة ساكن هيجوز حصفاء وقلبها زي طنطا طنطي او طنطوي ومالها مالهي او مالهوي اين لو ربعة بتحرك متحرك كندا منونت بتحرك هيي هتقوم حذف كندا كندي لو ربعة والحرف التاني ساكن زي طنطا منونت ساكن يجوز حسفها يبقى تنطي أو قلبها أو تنطوي طب لو خمسة احزفها على طول زي مصطفى مصطفي مصطفى إيه مصطفي تاني حكم النسب اللي اسمك صو لو الألف بتاعته ثلاثة هتقليبها لو لو أربعة والنص متحرك على طول شهر لو النص ساكن يجوز قلبها أو بقاء أي عندك أو حسفها أزل طب لو كانت خامسة فأكثر شهر على طول وأحزفها دي النقطة الأول طيب تعالي الكلام على النسب للإسم المقصور أما كان اسم للإسم المقصور قال لي عددlah النسب لإسم مقصور اسم مقصور ده اللي أخره إيه والمنقص لأخره ألف والمنقص لأخره إيه أغنبى حكم النسب بقاء اسم المنقص قال لي أن الحسم الإسم منقص لو الألف بيتiencia لو اليه بتاعته ثلاثة Hillary عمي عمي شجي شجوي قالبت الألف لإيه الويه بتاعته الواو طب لو رابعة يجوز قلبه او بقاء قلبه او وو او حسفه نادي نادي او نادوي يعني حزفتها او نادي حطيت الويه ايه مشددة حزفت الويه ده وحطيتها مشددة او قلبتها ووو ولو خمسة فاقصر احزف تاني لو تالتة هليبها لو رابعة احزفها او لبها ووو ولو خمسة كده كده هحزفها طب تعالي اتكلم على الاسم الايه المندود النسب للاسم المندود الان ده النسب الاسم ممدود بقى حسب نوع الهمزة كنا خدنا الاسم ممدود انه في همزة اصلية بتلاقي موجودة على طول وفي همزة منقلبة عن اصل هي اصلها واقوية وفي همزة مزالة التأنيس اللي هي بتبقى محطوطة عشي كلمة وانا زي قضراء حسناء لو الهمزة اصلية هتبقى زي قراء ايه وضاء وضاء ايه يبقى هتسبب ابتداء ايه انشاء انشاء ايه الهمزة اصلية وعرفت ان هي اصلية من تصريف شو الكلمة انشاء انشاء الهمزة موجودة ايه يبقى الهمزة اصلية هتبقى طيب افرد ان الهمزة منقلبة عن اصل منقلبة عن اصل اه او اول المزيدة التأنيس زي ايه زي حسناء صحراء المزيدة للتأنيس بقى وانت مغمض Ende بها هوى وحسناء ايه حسناء وي صحراء ايه صحراء وي طب الاول العمزة منقلبة عن اصل يعني منقلب على الاصل لها اصل تاني زي السماء اصلهенного بناء اصلايا القيام بفرق موضوع دي كيف تدعب حسناوي سماء؟ سماوي بناء بنائي أو بناوي لو ما زال حاق أكثر ما زال حاق سيبط ومن غير هرباء حرباء حرباء نقطة يبقى الاسم فما محتاج متى ويجب انه مضيط التانى كريم همزت اصلي همزت اتاني سيبطلت حسناق بفرق منقلبة عن أصل أو مزال الحق يجوز قلبه أو بقاءه طب حكم النسب إلى مقصور العين يعني إيه النسب إلى المقصور العين ده اللي الحرف التاني عنده مقصور قال عند النسب إلى مقصور العين ما لكش داعه بالفه سواء الفاق مفتوحة أو مضمومة أو مقصورة هتفتح العين عشان ما بقاش معك أكتر من قصرة من قصرتين من فعش زي نامر نامري إبل إبلي إبلي ودقل دقلي عملت أنت إيه لتنسب إلى إذن ضعيف الياه الاولى خلاص هرجحها الاصلة ينجعه يبقى عندي والتانية اللي بقى الواو يبقى غي غووي ايه فيك التضعيف مع حي اعمل ايه هفك التضعيف الياه الاولى ارجحها الاصلة والتانية كده كده اللي بقى الواو عفوا عن الغلط الاولى الياه الاولى هرجحها تاني معلش الياه الاولى هرجحها الاصلة والتانية اللي بقى الواو يبقى حي حيوي طب جيت عندي غي جيت ارجع الياه الاولى الاصلة لقيتها واو بقى النبادي والتانية اللي بتال واو بقيت غاوية. يبقى حي. حاوي لان الياه الاولى اصلاية فبرجحها الاصلاية والثانية كده كده هليبقى الايه? هليبقى واوي بقى عندك ايه? حيوي. غاوي وطي طوي. طيب. طب لو ازا كانت سالسة. قالها تفكها. هتحزف الوحدة والتانية اللي بقى واو. تفكتها طعيف. الياه الاولى تحزف. والثانية تقلب واو. يبقى غني غني غنوي نبي ها نبوي فكتوا التضعيف الياء الاولى كده كده شلتها حسفتها والتانية طب لو قطرها باعفة اقصر هتشيلها كلها مرمى مرمي ها وكرسي كرسي طب حكم النسب الى ما في وسطه ياء مشددة زي طيب ياء مشددة الياء دي متدق حرقتين قصره وهتكسر كمان اللي قبل ياء النسب مشهيمة قبل ما احنا نفكر التضعيف هنحزف الياء المقصور ونسيب السك يبقى طيب او طيب طيبي عملت انت ايه فكتت ضعيف ده وعملت ايه الياء المقصورة شلتها وسبت السك طيب طيب ايه طيق طيق ايه طب اذا كانت الياء السانية المفتوحة بقى مش احزف مش احزف بقى مالكده كده كانت مشكلت في القصر يبقى ايه عندي ايه هايبخ هايبخ ايه طيب كلمة طائي طيب صغير كلمة طيق قال شز شزها ليه لانه حزف الياء المقصورة وقلب الياء الساكنة ايه الف الطائي يبقى طيقي تصغير الكلمة طي طيقي اما هو حزف الياء المقصورة وقلب الياء الساكنة ايه الساكنة الف لاغرأ يبقى تصغير طي طائي شاز والقياس طيقي النسب الى ما حصف احد اصوله يعني النسب الى ما حصف احد اصوله يعني ازا ينسب لكلمة ف حرف محزوف قال لي لو محزوف الف ازا كان المحزوف الف ازا كانت حرف ازا كان صحيح اللام مش هترجع حال يعني ايه دا يصلها وعدة فالف محزوف بس هو صحيح الف صحيح اللام مش هترجع حال طيب ايه دا عدي صفة صفاي هبقى هبقى صفاي طيب ازا كان معتن للام هترجع هترجع المحزوف زي كلمة الشياء الشياء تتصغر ايه وشاي وشاوي وديه لان المحظوف الفاق هو واو يعني الشية اصلاها وشية وديه اصلاها وديه فانت هترجع الحرف المحظوف وتصغر وتنسب عادي بشية وشاي وعندي برضو ايه اه ديه ودوي وشية وشاوي طيب النقطة اللي بعد كده انسب الى محظوف الايه العين مش هترجع حاجة زي سهي ومز مزاي مش رجع المحظوف يبقى هنا محظوف العين منذ دي احنا كنا قلنا اصلاها منذ المحظوف العين مش هترجع منها حاجة الناسب الى محظوف اللام محظوف اللام اللي هو اخر حرف قال لي لو كان معتل العين زي شاه يرد المحظوف المحظوف كان ايه قال لي ما انت هترجع لها المحظوف هده يبقى شاهي طب اذا كان صحيح اللي اين صحيح اللي اين قال لي لو كان المحظوف يرد عند تسن الكلمة تسن الايه الكلمة زي اخ لقيت المحظوف بيترجع في التسنية رجع عند الناس يعني عندي مثلا اخ سنناها كده اخوان يبقى انت رجعت الايه المحظوف لما تجي تنسب بقى ترجع المحظوف برضه اخ 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 اخوى رجعت المحظوف اللي قال لي لانه ايه لما بجا سنه بيرجع المحظوف يبقى لما اجنسب هرد ارجع برضو المحظوف اما عند الكلمة مثلا زي دم او يد سني دم كده دمان ويد يدان ما بترجعش المحظوف قال لي برحتك بقى سعيته ممكن ترجع المحظوف يدي يداي او يدوي ليه يا جوز ان انا رجع او ما رجعش لانه لما جات سنه الحرف ما بيرجعش يبقى لو كان محظوف اللام اذا كانت العين صحيحة هتسن الكلم سن قب ابوان فلقيت الواو المحظوف رجعت يبقى لما جانسي برجع لو كان المحظوف ما برجعش انت تسنية زي يد يدان ما بترجعش يبقى ممكن ايه لما جانسي بقى رجع المحظوف او مرجعوش فجأة انسي بليد يدي يدي او يدول حكم النسب للصناية وضعة يعني لو انت جيت تنسب لكلمة مقارنة من حرفين اتنين صناية وضعب قال لي بص بقى يضعف الحرف الثانس وما يضعف ناية النسب دي يعني كم او كم مي رجع ضعفت اللي الميم وخلاص عشان بتاعت عروف والله هتفت يا النسب اه دم مي هل هلي ولو لو النسب لوزن فعيل عاوز اعرف ازاي ينسب لوزن فعيل قال لي بص معي الاول لو كانت وزن فعيلة ده صحي اللام اخر حرف صحيح مش حرف فعيلة زي حنيفة كده الفقوات صحيح غير معتل العين مش حرف فعيلة فعيلة النون هوت النون حرف صحيح مش حرف فعيلة وما هوش مضعف انه هوش حرفين متقررين يبقى تحزف الياه حنيفة حنفي وصحيفة صحفية لو فقدت شرط من الشروط اللي فوق دي بقى انت مش هترجعها يعني مسلا عويصة عويصة هنا الواوح اللي هي عوازني فعيلة الواوح حرف فعيل اللي هو العين حرف فعيل فمش احزف الياه عويصي ولو مضعف برضو زي شديد انت قلت ما يكونش مضعف ما يكونش في حرف يوم متقررين او ادل او مش احزف الياه شديد شديدي او معتل اللام برضو مش هي مش احزف زي هنية هنوي طيب كلمة صلايك بقى كلمة صلايكي شازة لانه لم يحزف الياه والقياس صلاقي لان هي معتل هي صحيح اللام وغير معتل العين ومش مضعف فالمفروض كنت تحزف الياه تحزف ولكن هو ما حازف حكم النسب الى وزن فعيلة كنا نسب الى وزن فعيلة لانه بادي وزن فعيلة ايه حكم النسب الى وزن فعيلة بقى قال اذا كان سعيل الم نفس الشروط تحسن نفس الشروط بالزبت عيل الم غير مضعف هتحزف وليست ايبا قريزة قرازية ولو فقد الشرط زي كان مضاعف مثلا هريرة قالي لا مش هتحذف بقى عشان انا مضاعفة هريري ما تحذفش الياء عشان ما يجمعش اليهم مع الرأ مع بعضه يعني هو الغرض انك ما تقيه ما يبقاش في اضغام لو معتل برضو اللام هتحذف الياء زي ايه زي ويتقلب المتحرك ووزي طوية طووية تمام النقطة اللي بعد كنت النسب الى وزن فعيل او فعيل قالي اذا كان صحيح اللام مش هتحذف منه شيء زي ثقيف ثقافي كريم كريمي ولو معتل اللام بنحذف ايه زي ما احنا قلنا انك في غني بنفكل ايه التضعيف وعندك ايه الياء الاولى هنحذفها والتاني اللي بوابي بغني ايه غنوي وقلنا كلمة ثقافي شزة وقراشي شزة لانه حذف الياء والقياس ثقافي وقريشي او قريشي النقطة اللي بعد كده النسب الى المركب النسب للمركب اتعدك قلنا المركب كان منوع اضافي ومسجي وايه واسنادي اضافي ومسجي واسنادي قالي المركب الاضافي يعنسب لصدر زي جاد الحق جادية ويسسنا من ذلك ما يؤدي الى لابس يعني ايه تيجي تنسب مثلا ايه لابو بكر تعمل ايه هتنسب ابي وامه سلمة امي طب هيتختلط بغيرها بابو بكر وابو عمر وكلامه قالي انسب لليه للعجز بتاعه يبقى بكري بكري وسلمة سلمة يتالي المركب الاضافي هتنسب لصدره بس بشرط ما يكونش هيؤدي الالتباس يعني جاد الحق مش هتلتبس بحاجة يبقى جادية اما اللي بادئ باب وامه عشان هيختلط بغيره كل ما عنده اسام كتيل كده بتبدأ باب وكان ما اسام كتيل كده بتبدأ بأم يبقى انسب للعجز بتاعه يبقى بكري سلمة سلمة المركب الاسنادي بقى قالي ينسب الى صدره ويحزف عجزه لما جنسب هنسب لصدره ها ومش هي الى صدره ويحزف العجز زي تقبط شرن تقبطيه شبك رانا شابيه تمام يبقى الاسنادي قالي هتنسب للصدر بتاعه طب ويه المسجي قالي ممكن تنسب لصدره وعجزه ويعني ممكن تقول بور سعيد بور سعيدية او تنسب للصدر وتحزف العجز زي بور سعيد تبقى بوريه يبقى الاضافي قلنا هننسب لإيه للجزء الاولاني جادي بس بشرط ما يلتبس بغيره ولو كان بدي بقوم بقوم نسب للعجز وخلاص الاسنادي تنسب للصدر وتحزف العجز تقبط شرن تقبطيه و المسجي براحتك ممكن تنسب للصدر بور سعيدي بورeriه او تنسب لعيه الوجدلنهم كمراكب النقطة اللى بعد كده مع حكم النسب الى المثنة ليلنسب للسلمنة او جمع المذكر او جمع المؤنس انسب له مفرده يعني ايه مش فاه قال لي مش عندك مثلا مسلماء وعندك او مسلمات او مسلمون كل الناسب لها مسلمي وخلاص يبقى الناسب لمسلمات لها المسنة ومسلمات جاء مقالنا السلم مسلمون جاء مذكر مسلمي خلاص طب اذا كان اللفظ مفرد وفيه علامة المسنة لا لا دي عادي ممكن وممكن يعني ايه ممكن ينصب للفظه وقول بدران بدراني او احزف الالف ونون تبقى بدري برحبه بس يصلا الكلمة مش مسنة بس فيه علامة مسنة ايها يبقى تاني مسلمان انا اجا انسب ليها اقول ايه مسلمي عزفت الالف ونون وانا سبت للمفرد بتاعها اما لو كانت اللفظة بقى اللفظة هي اصلا مش مسنة بس فيه علامة المسنة زي بدران كده فيه الاف ونون بتاعت المسنة بس هي مش مسنة قال لي ممكن تحسف الالف ونون تبقى بدري او تسيبها وتنسب عادي بدراني النسب للجمع الايه التكسير قال لما تيجي تنسب لجمع التكسير اذا كان الكلمة بقي على جمعياتها فهو نقر يعني وهي كما زي ما هي فيه رأيين فيه رأيين يقول انك هتنسب ايه هيرد للمفرده ثم ينسب زي بستان بستاني مسلا بساتين اصلي تنسب لبستان المفرد بتاعه وفي الكوفيين ينسب لجمعه بساتين بساتيني يعني بص المركب الجمع التكسير اوه براحتك ممكن تنسب لايه له زي ما هو كده يعني بساتين بساتيني وممكن تنسب له مفرده يعني تجيب المفرد بستان بساتين بستان وتنسب ليه خلاص طيب فيه بعد كده فيه ملحوظة صغيرة كده وخلاص فيه كلمات بتدوله على النسب من غير ايه من غير ما يكون فيه نسب اصلا اللي هي وزن فعال زي مثلا نلجار هي مهنة وبيتدوله على النسب من غير ما يكون اصلا فيه نسب يعني اصلي مش محتاج ان انا اخطي ايه النسب يعني او وزن فعال زي تامر باعة الطمر اللي هي بن باعة اللبن اه اخر حق خالص اعرابي اسم منصوب يعراب حسب موقعه في الجملة واللي بعده ممكن يكون مضاف اليه ما قول محمد قارين نسب يبقى نسب مضاف اليه يبقى المنصوب بيتعرف حسب موقعه فمحمد مبتدأ قاريخا اللي بعده ممكن يكون مضاف اليه زي محمد قارين نسب ينسب مضاف اليه او يتعرف تمييز زي محمد قارين نسبا فنسبا تمييز او يرفع نائب فعل زي محمد قارين نسبه فنسبه هنا اتعرف نائب ايه نائب فعل وبالتوفيق ان شاء الله